أهلا يا أمي يوسف أهلا السلام عليكم وعليكم السلام معالش بس حضرتك أنا كنت عايزة تفسر مع الشيخ عبدو على السؤال اتفضاني طبعا هو لو في مثلا واحدة هي أختي تقريبة أختي إيه معالش أهلا أيوا احنا سمعيك يا أمي يوسف عالي صوتك بس شوية وطي تلفزيو واحدة جرت تهقبر أختي تمام فهي من فترة كبيرة جوي يعني من السنين مادت إيديها على حاجة مش بليها واخدتها فبعد كده هي عرفت غلطتها وبطلت تمام خدت إيديها من حاجة حاجتك إنسي ولا موقف عمليته؟ لا مش حاجت أنا تمام أخدت يعني فلوس من البدائك فهي دلوقت ندم أنا بص ندم شديد وحست بنادمها واعتذرت وبتصمت كدير بس برضو حاسة أن ربنا هيحاسبها على الحاجة دي تمام إنسي حاسة أن أنت من نحيتك إنسي بقى مسامحيها ولا إحتسك أنت إيه؟ أنا مسامحة بس هي مش مسامحة نفسها وبحسة أن ربنا هيعقدك هو الموقف ده بقى له كثير ولا موقف قريب؟ سنين سنين ويالحد دلوقت مش عارفة إنسان ولقتك بعض كويسة جداً وكل حاجة أين تمام في أي استفسار تاني يوم يوسف؟ لا شكرا خلص شيخ عبدو هيرد عليك تفضلي شيخ عبدو الشيطان حاله مع الإنسان عجيب وهذه إحدى مداخل الشيطان إنه لحظة ما ييجي يعمل الذنب الضمير بيكون ميت بيكون الشعور بالذنب مش موجود ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الشعور بقى بأن فيه أخرى وفيه حساب مش موجود يجي الإنسان يتوب يجي له الشيطان يقول له مش فاكر اللي أنت عملته أنت إزاي واقف قدام ربنا بتصلي وإنت مديت إيدك على حق الناس أنت إزاي تعمل كده فيصل لمرحلة جلد الذات ما دخلتيني بقى ده دي مشكلة خطيرة مشكلة خطيرة جداً لأنه بيقنت من رحمة الله عز وجل وكأن ذنبه أعظم من مغفرة ربنا سبحانه وتعالى ودي أمر بالغ الخطورة فينبغي على من عصى الله عز وجل وتاب الله عز وجل يقول كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني أسرفوا على أنفسهم يعني عمل ذنوب بزيادة بإسراف لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً فهنا المشكلة كانت مشكلتين مشكلة السرقة هي معصية لله عز وجل والله عز وجل حرم السرقة ووضع لها حد والمشكلة الأخرى أن هي تعدت على حق أختها المسلمة مشكلة السرقة اللي هي الذنب يكفينا منها أن نعلن التوبة لله عز وجل يا رب توبت إليك وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود للذنب مرة أخرى انتهى هذا الأمر بيني وبين الله عز وجل وبيني وبين نفسي يبقى انتهى بمجرد التوبة وبيني وبين نفسي يكون انتهى وأبد للعمل ده عمل خير أمال إمتى النفس اللوامة بقى تكون موجودة النفس اللوامة هي لها جزئين ممكن تلوم صاحبه على فعل الخير وتلوم على فعل الشر يعني ممكن واحد يتصدق صدقة وبعد ما يتصدق يبقى قاعد انت مش الفلوس دي كنت حوشتها تب كنت بدل ما تطلع 100 جنيه طلع 50 جنيه دي تبقى وسوسة ولا نفس اللوامة بتلومه ما هي لها شقين شق سلبي وشق إيجابي شق سلبي وشق إيجابي تمام في نفسي بقى بتبقى وصل مرحلة لما حدرتك قلت كده وسوسة هي الأخت الكريمة اللي عملت الذنب ده وصل معها الأمر إلى مرحلة الوسوسة يبقى الإنسان لحظة الذنب عايش حياته مبسوط سواء كان فعل معصية أو سرق أو فعل ومبسوط بالذنب اللي هو عمله أول ما يجي يتوب الشيطان بقى يجيله على هيئة واعظ زي مفسورة الحشر كمثل الشيطاني إذ قال للإنسان كفر بعدين الرجل كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العمين أنت إنسان وحش مليش دعوة بيك هكذا يفعل الشيطان سيعة المعصية يغمي عنينا ويضع على قلبنا هو أعايز لسالته أن يشغلنا عن رسالتنا في الدنيا وعن ربنا فهي معرفة الله والذكر المستمر دي بتهدي المرضى طبعا تبعد الشيطان تطرده وتجمع علينا ملائك فهي يعني حاجة سريعة هي تعمل إيه بالضبط عشان تتخلص من ده هي تنسى ما حدث تنسى ما حدث وخلص استغفرت وتابت وما رجعت وصحبت صحبة المشكلة سمحتها لأن ده حقوق العباد بل الأحسن من ذلك الأحسن من ذلك واحد سرق وكان يعيش في مكان بعيد أو في مكان واللي تسرق منه الفلوس ده مش موجود مش عارف يوصله مش عارف يطلب منه السماح مش عارف يرجع له حقه لو تاب لله عز وجل توبه نصوحه الله عز وجل يوم القيامة ييجي للرجل صاحب الحق ده اللي تضرب أو تسرق فلوسه أو تظلم فيقول له إيه رأيك تاخد قصر في الجنة وتعفع عن فلان التائب فطبعا في الجنة ما فيش بقى الغل اللي موجود في الدنيا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا فيأخذ من الجنة فيطمنوا ربنا بطريقته سبحانه ويعطي هذا التائب الأمان في الأخيرة إن شاء الله